اعلنت منظمة الصحة العالمية ان فيروس كورونا المستجد ليس انفلونزا ويمكن احتوائه بالاجراءات السليمة وقال تيدوس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية ان العالم يواجه مرحلة حاسمة فيما يتعلق بانتشار الفيروس واضاف مدير المنظمة في مؤتمر صحفي بان كل الدول معرضة لاكتشاف حالات اصابة بفيروس كورونا حتى جميع الدول للعمل على ضمان جهوزية انظمتها الصحية للتصدي الانتشار فيروس كورونا المستجد